يوجد الجسم الهدبي خلف القزحية حول عدسة العين الشفافة وله وظيفتان الأولى إفراز المحلول المائي والثانية هي ضبط البعد البؤري لعدسة العين بواسطة عضلات دائرية تتحكم في العدسة للحصول على رؤية واضحة القزحية هي الجزء الملون بالعين وتفصل القزحية بين الغرفة الأمامية والخلفية للعين وهي أيضا تتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى العين البؤبؤ أو إنسان العين هو الجزء المركزي الداكن الذي يوجد في منتصف القزحية ويتحكم البؤبؤ في كمية الضوء الداخلة إلى العين بحيث يتغير قطره حسب كمية الضوء القرانية هي الجزء الأمامي الشفاف من العين ويشكل سدس محيط العين من الخارج ووظيفتها الرئيسية هي تجميع وتركيز الضوء على الشبكية الملتحمة هي الغشاء الرقيق الرطب الذي يغطي صلبة العين وهي الجزء الخارجي الأبيض من العين وتبطن الملتحمة أيضا الجفون من الداخل لترطب العين وتسهل حركتها الشعيرات الهدبية هي الألياف العضلية التي تربط عدسة العين بالجسم المهدب وتعمل على المحافظة على وضع عدسة العين وتكيفها مع الضوء عدسة العين هي ذلك الجزء الشفاف الموجود خلف القزحية مباشرة وتعمل على تركيز الضوء على الشبكية السائل الزجاجي هو المادة الشفافة الجيلاتينية التي تملأ العين من الداخل ويتكون بنسبة 99% من الماء ويعمل على الحفاظ على تركيبة العين الداخلية ويساعد على نقل المواد الغذائية إلى عدسة العين والجسم المهدب والشبكية ويساعد على تركيز الضوء 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 اشتركوا في القناة